أعلنت شبكة سي أن أن الإخبارية الأمريكية عن ضوابط أول مناظرة ستجرى بين المرشحين الرئيسيين الرئاسة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب بأتلانتا في السابع والعشرين من الشهر الجاري تأتي مناظرة هذا الشهر قبل مؤتمرية الحزبين الجمهوري والديمقراطية في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يقبل كل من ترامب وبايدن رسميا ترشحات حزبهما وعن واحد فقط يفصلنا عن أول مناظرة بين المرشحين الرئيسيين للرئاسة الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب بأتلانتا في السابع والعشرين من الشهر الجاري المناظرة التي تقريها شبكة سي أن إن حددت قواعدها بعد الاتفاق مع حملتي بايدن وترامب المناظرة التي يديرها مذيعة شبكة سي أن إن جاك تابر ودانا بوش ستستمر لمدة تسعين دقيقة تقريبا مع فترتين إعلانيتين ولن يكون هناك جمهور مباشر في الستوديو وهو تغيير رئيسي في قواعد إجراء المناظرات بايدن وترامب سيقفان على المنابر التي يتم تحديدها عن طريق رمي العملة المعدنية وقالت الشبكة إنه سيتم كتم صوت المايكروفونات الخاصة بهما ما لم يأتي دورهما في التحدث كنوع من حد قدرة المرشحين على مقاطعة بعضهما البعض وقالت سي إن إن إنه لن يسمح لهما باستخدام أي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقا ولكن سيتم إعطاء كل منهما ورقة وقلما وما وستكون مناظرة سي إن إن هي الأولى من مناظرتين اتفقت عليهم الحملتان وستنظم المناظرة المقبلة شبكة ABC News في العاشر من سبتمبر المقبل وحددت حملة بايدن بعض الشروط للمناظرة بما في ذلك أن تجريها مؤسسات إخبارية وليست لجنة المناظرات الرئاسية المؤلفة من الحزبين ويجب أن لا يكون لها جمهور شخصية للحد من الاضطرابات وتأتي مناظرة هذا الشهر وهي الأولى على الإطلاق في سباق رئاسية قبل مؤتمرين الحزبين الجمهوري والديمقراطية في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يقبل كل من ترامب وبايدن رسميا ترشيحات حزبيهما وقد أطلقت حملة بايدن الإثنين الماضي إعلانا جديدا كجزء من حملة إعلامية بقيمة خمسين مليون دولار في الولايات التي تشهد منافسة بينهما ويصلط الإعلان الضوء على إدانة ترامب التاريخية في محاكمته مقابل أموال سرية وقد عارض فريق ترامب الإعلان مدعيا أن محاكمته في نيويورك كانت زائفة